أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إما إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة من الكباكب وحفر من كل شيطان مالد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاد ثاقب فاستغفهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظُومًا أَإِنَّا لَمَدْرُفُونَ أَوْ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَنْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا قيلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا جَالُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْكُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكنوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب نشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق واصفتق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجسون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات معين على سر متقابلين يطاف عليهم بتأس من معين بيراء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينسفون وعندهم قاصرات القرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا طرابا وعظاما أئنا لمتينون قال هل أنتم طلعون فرآه فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخورين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير مسلاً أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم والعهة أنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها الهطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا أباءهم والين وهم على آثارهم يهرعون ولقد غل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانجر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليهم في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجسي المحسنين إنه من عباد المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيهم فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقالا لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم بربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبيل وناديناه أي يا إبراهيم قد اصدقت الرؤيا إنا كذلك نجلس المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم فذلك نجلس المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارقنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصغرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجلس المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلهم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحررون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجلس المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون وإن ينسن من المرسلين إذ أبق إلى الفلق المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقبه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في فطره إلى يوم يبعثون فنبغناه بالعرائم وهو السطين وأنبتنا عليه شدرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يسيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستغسين ألي رهدك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلاثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفقهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصقف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ودعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما آتم عليه بفاتنين إلا من هو الصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصاقون وإنا لنحن مسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكننا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنسطون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم